بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هو الفرق بين النفس والروح اليوم أحاول أن أقدم لكم رؤية مبنية على القرآن الكريم والسنة المطهرة لأن العلماء التجريبيين حقيقة ينكرون النفس وينكرون الروح يعتبرون الإنسان عبارة عن كائن بهيمي تطور عن قرد هو مجموعة من الخلايا فهو إنسان ماد بحت لا وجود للنفس لا وجود للروح ليس هناك بعث ولا نشور ولا حساب ولا عذب القرآن العظيم أيها الأحبة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذن هنا يجب أن نصحح معتقداً كثير منا يعتقد أن الله يتوفى الأرواح لا الله يتوفى الأنفس النفس هي التي يتوفاها الله في آية ثانية الله سبحانه وتعالى يقسم يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس تلوم الإنسان كثيراً الإنسان يلوم نفسه إن النفس لأمارة بالسوء النفس تأمر بالسوء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إذن النفس توسوس إذن أنا لدي مجموعة من المواصفات للنفس ذكرها القرآن تختلف تماماً عن الروح الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة إذن الروح هي الشيء من أمر الله والتفكير بالروح والبحث في عالم الأرواح غير محرم أيها الأحبة ولكن هو أمر من الله ونحن قبل أيام مررنا بليلة القدر وهنا أتذكر معكم أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لاحظ هنا ارتباط الأمر بالروح تنزل الملائكة والروح فيها طبعا في التفسير الروح هو سيدنا جبريل ولكن يعني حقيقة الروح هنا لها عدة تفاسير أنا أعتقد بأن الروح هي مجموعة الأوامر التي ينزلها الله في هذه الليلة المباركة يقدر أقدار العباد يقسم أرزاقهم أمور لا نعلمها الله هو أعلم بها طيب ونفخت فيه من روحي روح الله لا تموت الروح لا تموت أيها الأحبة لأنها هي جزء الروح التي فيك هي جزء من روح الله ولكن تنتقل من عالم لآخر طيب لو تتبعنا كلمة الروح في القرآن نجد أن كل آيات الروح في القرآن تتحدث عن شيء مقدس لا يوجد روح خبيثة مثلا في القرآن لا يوجد روح شريرة لا يوجد روح توسوس لا يوجد روح كل آيات الروح فيها نوع من التنزيه والتقديس لهذه الروح لأنها من أمر الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذن أول شيء يجب أن تميزه أخي الحبيب أن هناك فرقا كبيرا جدا جدا بين النفس والروح النفس هي شيء يمكن أن يكون خبيث يمكن أن تأمر بالسوء يمكن أن تكون مطمئنة بذكر الله يَا أَيَّا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فالنفس إذن يمكن أن تكون شريرة يمكن أن تكون خبيثة يمكن أن تكون مطمئنة ولكن الروح لا يمكن أن تكون خبيثة أو شريرة مثلا الروح هي من أمر الله والآيات التي تتحدث عن الروح كلها آيات فيها نوع من التنزيه للروح والشيء مقدس يعني الروح من أمر الله سبحانه وتعالى طيب بالنسبة لي أنا كإنسان ما الفرق بين روحي ونفسي الجسد هذا الذي يتكلم أمامكم هو عبارة عن مئة تريليون خلية موضوعة بطريقة معينة تشكل هذا الإنسان هذا هو الجسد ولكن هذا الجسد أنا أقول ما الذي يشغل خلايا القلب يجعله ينبض العلماء لا يعترفون بالروح أنا أقول الروح من الذي يشغل مئة مليار خلية موجودة في دماغي هنا تعمل وكأنك أمام مئة مليار جهاز كومبيوتر تعمل كلها ككتلة واحدة بنظام شديد التعقيد من الذي يشرف على عملها هذه الخلايا أنت افصلها عن بعضها ليس لها أي قيمة كل خلية ولكن عندما تكون في ضمن هذا الدماغ تعمل بكفاءة عالية من الذي ينظم عملها أنا أعتقد أنها الروح من الذي ينظم عمل الكبد والبنكرياس والمعدة وهذه المنظومة الهائلة من الخلايا الروح العلماء اليوم أيها الأحبة طبعا أقصد العلماء التجربين لا يعترفون بالروح لذلك لم يجدوا علاجا لأي مرض نفسي أي مشكلة نفسية يتعرض لها الإنسان مثل الاكتئاب وغيره لم يجدوا لها علاجا لأنهم لم يعترفوا بوجود الروح إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي علم النفس كله قائم على فرضيات واحتمالات ليس هناك علاج بمعنى علاج حقيقي يعني كلها عبارة عن مسكنات مخدرات لعب بكيمياء الدماغ ولكن هم لم يفهموا أو لا يريدون أن يعترفوا بالروح أصلا حتى يفهموها ولكن نحن بناء على آيات القرآن نستطيع أن نقول إن الروح التي فيك أخي الحبيب هي من الله الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشْرًا مِنْ طِينٍ هذه هي المرحلة الطينية المادية يعني حقيقة أنا الآن الجالس أمامكم عبارة عن كتلة من الماء والطين الذي يحوي عناصر الأرض فقط هذا هو الإنسان عندما دخلت الروح في سيدنا آدم أصبح قادرا على الحركة والحياة الروح هي الحياة أصبح فيه حياة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إذن مجرد أن الله نفخ في سيدنا آدم من روحه سجد الملائكة على الفور إلا طبعا إبليس ثم خلق الله النفس ووضعها في سيدنا آدم إذن الروح ضرورية لتحق يعني هي نظام عمل تشغيل هي نظام تشغيل الجسم أنت لديك نظام تشغيل مثلا هذا الموبايل مثلا فيه نظام تشغيل ولكن هذا النظام لا يستطيع أن يتحكم بالموبايل يحتاج إلى شخص مثلي أنا لأتحكم أشغل وأحذف وأفتح نوافذ وأفعل يعني الذي يتحكم بهذا الجسد هي النفس يعني الله خلق النفس لتتحكم بهذا الجسد فإما أن توسوس لك هذه النفس بالشر والسوء إن النفس الأمرة بالسوء أحيانا تأمرك بالخير تكون نفس مطمئنة لأنك دربتها على ذكر الله وعلى الإطمئنان وعلى الخير هذه النفس قد توسوس لك أن تشرب الخمر أن ترتكب الفاحشة والشيطان أيضا عندما يوسوس لك عن طريق هذه النفس وليس عن طريق الروح لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى الروح شيء مقدس إذن أخي الحبيب أصبح لدينا الآن جسد الإنسان معروف كتلة من الماء والطين والطين هنا يحوي عناصر الأرض المئة عنصر التي نعرفها بنسب مختلفة إذن الجسد الروح هي نظام التشغيل الذي يشغل هذا الجسد وهي بعيدة تماما عن الخطأ عن المعاصي عن المشاكل مهمة هذه الروح هي تشغيل هذا الإنسان لأنه من دور روح عبارة عن كتلة من الطين كما قلنا والماء طيب الآن يأتي دور النفس ولكن النفس هذه شيء غير مادش غير ملموس هي عبارة عن شيء وضعه الله في هذا الإنسان للتحكم بالعمليات التي يقوم بها الإنسان الإرادية العمليات لا إرادية تتحكم بها الروح مثل دقات القلب مثل دورة الدم مثل ردود الأفعال هذه الهرمونات التي يتم إفرازها رد فعل الخوف التفكير الإبداع الاختراع كل هذه العمليات الروح مسؤول عنها أما النفس هي التي تشغل هي التي تقود هذا الجسد قيادة يعني تماما أنا أركب الآن في سيارة سأعطيكم تشبيه يعني بسيط جدا اعتبر أن هذه السيارة هي الجسد بالفعل هي مكونات بلاستيك محرك معدني زجاج مكونات مادية أيضا من عناصر الأرض مصنوعة ولكن بنسب مختلفة طيب هذه الآلة أو السيارة تحتاج لنظام تشغيل نظام ليس طاقة انظر طاقة شيء مختلف طاقة هي تأتي من الغذاء ومن الهواء ومن الماء وكذا وهذه عمليات مادية بحتة الروح ليست طاقة بعض الناس يقول الروح طاقة لا ليست طاقة الروح ليست وقود والدليل أنك إذا حرمت الإنسان من الماء والطعام يموت إذن الطاقة تأخذها أنت من الماء والطعام طيب الآن هذه السيارة هي الجسد والوقود الذي يملأها ويشغلها هو الماء والطعام الذي نتناوله طاقة الآن الروح ما هي الروح هي النظام الذي يشغل هذه الآلية هذه الآلة يعني هناك نظام كيف يعمل المحرك هناك أوامر أمر يأتي لضخ كمية من البنزين والهواء في المحرك ثم تأتي الشرارة في لحظة معينة ثم يأتي مثلا هذا الصمام يفتح ويغلق في توقيت معين وهكذا تتولد كمية من الحرارة تضغط المكبس هذا فتولد هذه الطاقة هذه الطاقة أيضا تنتقل إلى العجلات الأربعة بنظام معين وهذا المقود له نظام معين هذا النظام هو الروح النظام الذي يشغل جسدي أنت طبعا لا تتحكم بعمل محرك أنت تتحكم بالقيادة يمين أو يسار أو تسرع أو تقف إلى آخره تستطيع أن تذهب بهذه السيارة إلى مكان لشرب الخمر أو إلى حفلة راقصة مثلا أو إلى مكان لترتكب الفاحشة أو تستطيع أن تذهب بها لتسرق أو لتؤذي فلان كما يمكنك أن تذهب لقضاء حاجة فلان تذهب لتساعد أخل لك في الله تذهب لمسجد لتصلي تذهب لتطعم فقير رأيت أنت الآن هو النفس إذن النفس هي التي تقود هذا الجسد عرفنا الفرق إذن الذي يحاسب هو النفس وليست الروح الله سبحانه وتعالى يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله لاحظوا آيات العذاب وآيات اللوم وآيات التي فيها ندم وكلها تخاطب النفس وليس الروح إذن النفس هي التي إما أن تقودك إلى النار أو إلى الجنة وهنا تأتي حرية الاختيار التي يعني التركيبة النفس فيها حرية اختيار النفس هذه التي وضعها الله فيك أخي الحبيب فيها قدرة على اتخاذ القرار هذه السيارة لا تستطيع أن تتخذ قرار أنها تمشي أو تسرع أو تبطئ تحتاج لمن يشغلها أنا هنا في هذه السيارة ألعب دور النفس عندما أسرع أو أبطئ أو أذهب باتجاه الشر أو أذهب باتجاه الخير إذن نفسك هذه الموجودة فيك هي التي توسوس لك إما أن توسوس وتقودك باتجاه الشر أو تقودك باتجاه الخير لذلك قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها من غرائب النفس أخي الحبيب أن الله أعطاها قدرة هائلة على اتخاذ القرار وحرية كاملة تماما أعطاك الحرية الكاملة لدرجة أنه قال اعملوا ما شئتم هذا خاطب الملحدين قال إن الذين يلحدون في آياتنا يعني يشوهون آياتنا وما أكثرهم اليوم يكفرون بآياتنا يميلون عن الحق لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير سبحانه وتعالى أعطاك حرية كاملة اعملوا ما شئتم والآن لو جئنا بأي ملحد وقلنا له ما الذي يمنعك من الإيمان بالله يقول لك لا شيء الاستكبار فقط وحب الدنيا والشهوات هذا الذي يمنعه أما هو لديه حرية كاملة تماما أنا لدي حرية كاملة أستطيع أن أفعل ما أشاء ما الذي يمنعني من معصية لا الخوف من الله إذن يعني أصبحت الصورة واضحة أتصور آه ماذا نستفيد من هذا هذه المعلومات أنا أريدك أخي أن آه يعني تفكر معي أن الله أعطاك هذه النفس التي تخرج أثناء مثلا عملية جراحية عند التخدير أثناء النوم تخرج هذه النفس يتوفاها الله ثم يعيدها إليك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها الله الذي لم يمت في المنام الله يتوفى النفس ثم يعيدها له لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل أن ينام هو يعلم هذه الحقيقة اللهم إن أمسكت نفسي يعني إن أمسكتها عندك وقضيت علي الموت فارحمها وإن أرسلتها يعني إذا أرسلتها وأحييتني من جديد بعد أن أستيقظ لذلك النوم هو الموت الصغرى فاحفظها وبمجرد أن يستيقظ كان يتذكر أن الله رد عليه هذه النفس فكان يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور أنا أريدك أخي الحبيب أن تقتدي بهذا النبي الكريم كلما ذهبت للنوم تتذكر أنك بمجرد أنمت هذه النفس خرجت من جسدك ووضعت بين يدي الله يتوفاها الله وهي عنده طيلة فترة النوم ثم بمجرد أن بدأت تستيقظ يعيدها الله يعيد هذه النفس لك فيجب أن تحمد الله أنه أعاد نفسك إليك من منا يفعل ذلك اليوم بالله عليكم كم واحد منا يطبق هذه السنة النبوية الشريفة أنه بمجرد أن يستيقظ أول ما ينطق به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وعندما ينام يقول يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها يتذكر أنه من الممكن أن يموت للأسف أحدنا ينام وهو في رأسه مليون فكرة ماذا سيفعل غدا وعندما يستيقظ في رأسه مليون فكرة وآخر شيء يفكر فيه يفكر به هو الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إذن أخي الحبيب يجب أن تتذكر أن هذه النفس هي أمانة موضوع لديك إياك أن توردها في جهنم ولا ياذو بالله يجب أن يعني تحاول من خلال تطبيقك لآيات القرآن أن تقوم هذه النفس وتجعلها تسير بالاتجاه الصحيح فلا تأمرك إلا بخير الإنسان بعد فترة من تدبر القرآن والتعمق في هذه الآيات الكريمة وفهم هذه الآيات وتقدير الله حق قدره ومعرفة من هو الله ومعرفة قدرة الله وعظمة هذا الخالق يصل لدرجة أن هذه النفس لا تأمره إلا بالخير وهذا ما أريده منكم أحبتي في الله الحل بسيط جدا الحل هو أن تطبق كل ما جاء في القرآن نسأل الله عز وجل أن يجعل أنفسنا وإياكم من النوع المطمئن وأن نكون من الذين قال الله فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته